يدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسماني المدير الفني للفريق القرو الأول بالنادي الأهلي فكرة انضمام نجم الدرويش إلى القلعة الحمراء ودخل مسؤول الأهلي في مفاوضات مع نظراءهم بالنادي الإسماعيلي من أجل التعاقد مع باهر المحمدي نجم دفاع الدرويش ويعتزم مسؤول الإسماعيلي عرض اللاعب للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل إيجاد حلول للأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي الإسماعيلي فضلا عن رفض باهر المحمدي لجميع محاولات إقناعه بالاستمرار مع الفريق بسبب الأزمات الإدارية التي فرضت نفسها على الإسماعيلي منذ فترة طويلة ووفقا لمصدر داخل النادي الأهلي فأن القرار الأول والأخير في التفاوض من أجل التعاقد مع باهر المحمدي سيكون للمدير الفني بيتسو مسماني قبل الدخول في المزاد الذي يسعى إليه المهندس يحي الكومي رئيس النادي الإسماعيلي على اللاعب في ظل رغبة أندية الزمالك وبرامدس وفاركو في التعاقد مع باهر المحمدي ترجمة نانسي قنقر